شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة سوميتومو الإيجيبت لإقامة أكبر مصنعين للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان وقبيل التوقيع أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر من خلال إقامة مصنع جديد وما تستهدف الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديد مؤكداً حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله بما يتماشى مع ما أقررته الحكومة مؤخراً من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر